المسألة السابعة إن قلت وهل الفتوى غنيمة أم نقمة؟ هل تولي منصب الإفتاء غنيمة أم نقمة على الإنسان؟ الجواب كلاهما فمنصب الإفتاء غنيمة ونقمة فهو غنيمة لثبوت فضله في الشرع ونقمة لثبوت الخطر الداهم لمن لم يقم بحقوق الإفتاء فأما فضل الإفتاء فمن عدة أوجه الأول أن الله عز وجل تولى هذا المنصب بنفسه فالله يُخبر عنه بأنه مُفتِي إذا قيل لك هل يُخبر عن الله بأنه مُفتِي فقل نعم الله يُفتِي كما قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة وقال الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يُفتيكم فإن قلت إضافة الفتوى إلى الله أهي إضافة إسم فأقول لا لا يصحُّ إطلاق المُفتِي على الله إطلاق إسم فإن قلت أهي إطلاق وصف فأقول لا لا يصحُّ أن تُدرجَ هذا أن تُدرجَ هذه الصفة في صفات الله عز وجل فإن قلت إذن تُطلق على الله باعتبار ماذا فأقول باعتبار كونها خبرًا من الأخبار عنه عز وجل مثل إطلاق الزارع أأنتم تجرعونه أم نحن الزارعون فإطلاق الزارع على الله ليس إطلاق إسم وليس إطلاق وصف وإنما هو إطلاق خبرٍ عن فعلٍ من أفعال الله عز وجل فكذلك تقول الله يُفتينا ويُفتيكم فهذا من باب إطلاق الأخبار عن الله فمنصِبٌ تولاه الله فلا جرم أنه منصِبٌ ذو عظمة وذو فضلٍ كبير جدًا ومنها أنه منصِبٌ تولاه الأنبياء فهو أعظم المناصِب التي أُمِرَ الأنبياء بتوليها ولذلك في القرآن أكثر من ثلاثة عشر مسألة يقول الله عز وجل فيها وَيَسْأَلُونَكَ فِي كَذَا قُلْ أي أفتِهم بكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منصِبُه وهو منصِبُ الإفتاء فإذا منصِبٌ تولاه الله ومنصِبٌ تولاه خيرُ خلق الله من الأنبياء والرُّسل فلا جرم أنه منصِبٌ عظيمٌ ذو فضل وشرف كبير جدًا ومنها أنه منصِبٌ تولاه خيرَةُ خلق الله عز وجل بعد الأنبياء وهم ورثتُهم من العُلماء فالعُلماء ورثتُ الأنبياء في هذا المنصِب والأنبياء لم يُورِّثُوا دينارًا ولا درهمًا ولكن ورَّثُوا العِلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظٍ وافر ومن فضائله أيضًا أنه بابٌ للدلالة على الخير واستمرار الأجر فإنك أيها المُفتِي إذا دللتَ الإنسان الناس على الخير وعملوا بالخير الذي دللتَهم عليه كان لك أجرُ عملك وجميعُ من أفتيته بالخير وعمل به يأتي في ميزانك أجرُه كاملًا غير منقوصٍ لا من أجرك ولا من أجرهم لأن منصِب الإفتاء منصِبُ دعوةٍ إلى خير وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلُ أجور من تبعه من غير أن ينقُص من أجورهم شيءٌ وفي صحيح مسلمٍ من حديث أبي هريرة أيضًا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلَّ على خيرٍ فله مثلُ أجر فاعله فالمُفتِي يموت ولكن لا ينقطِعُ عملُه بسبب كثرة فتاواه التي دعا الناس فيها إلى الخير وفتح لهم أبواب الطاعات وصحَّح لهم العبادات فلا ينقطِعُ أجرُك أيها المُفتِي أبدًا ولله الحمد ومن عظيم فضل الإفتاء أنه توقيعٌ عن الله توقيعٌ عن الله فهو منصِبٌ عظيم جدًا أنت إذا قلت هذا مُحرَّم فكأنك توقِّع ورقةً عن الله بأن الله قال هذا حرم فالمُفتِي يوقِّعُ عن الله تبارك وتعالى ولله درِّ الإمام بن القيِّم لما ألَّف كتابًا أسماه إعلام المُوقِّعين عن رب العالمين عن ملك المُلوك ثم بدأ في أول هذا الكتاب إلى آخره يُدرِّس المُوقِّعين عن رب العالمين أي يُدرِّس المُفتين أصول الفتوى ويعلمُهم آدابَ الفتوى ويُبَيِّن لهم كثيرًا من مسائلها فإذا نظرت إلى منصِب الإفتاء من هذا الجانب وجدته منصِبًا عظيمًا تشرائبُّ له النفوس وتتطلَّع له الأبصار وكلٌّ يتمنَّى أنه يكون ممن يحُزُ هذا المنصب ولكن إذا نظرت إلى الجانب الآخر وتورُّع كثيرٍ من السلف رحمهم الله عن هذا المنصب مع علمهم بتلك الفضائل وخوفهم الشديد من التوقيع عن الله عز وجل وكانت المسألة تعرضُ على أكثر من مئةٍ وعشرين منهم فيتدافعونها حتى ترجع إلى الأول خوفًا من التوقيع عن الله عز وجل لعلمهم بالخطر الداهم إذا أخطأ الإنسان هذا التوقيع لعلمهم بالخطر الداهم إذا تولَّى هذا المنصِب غيرُ أهله لعلمهم بالعواقب الوخيمة في من تكلم في هذا المنصِب بغير علمٍ من الله عز وجل ولا هُدَى ولا نورٍ ولا برهان فالمُفتِي معرِّضٌ نفسَه للعنة الله إذا تولَّى هذا الإفتاء قبل بلوغ درجة الكمال فيه معرِّضٌ نفسَه لسخَط الله معرِّضٌ نفسَه لمقتِ الله إذا تولَّى هذا المنصِب قبل نُضجِه وقبل بلوغِه تمامَه وقبل كونِه أهلاً له ولذلك وردَ عن السلف رحمهم الله كلماتٌ يطولُ المُقامُ بذكرِها بل حتى إن بعضهم وصفَ من يُفتِي في كل ما يُستَفتَى عنه بالجُنون فقال من أفتَى عن كل ما يُسأَل عنه فهو مجنون وقد أُثِرَ عن بعضهم أنه كان حال الإفتاء ترتَجِفُ أُكَبُه وترتَعِدُ فرائِصُه وبعضهم كان لا يُفتِي إلا ودموعُه تنزِل من مآقِ عينَيه لعلمهم بعظم هذا المنصِب ولعلمهم بخطورته ولعلمهم بأنه منصِبٌ عظيمٌ لا يتأهلُ له إلا خواصُ الخاصَّة من الناس فإذاً منصِبُ الإفتاء وإن كان فيه شرف وإن كان فيه فضل إلا أن هذا الشرف وهذا الفضل يحوطُه عظيمُ الخطر وكبيرُ العطب وكبيرُ الهلاكة إذا تولاهُ أو تقحَّمَه أو انتصَبَه من ليس من أهله فالحذر الحذر أيها الإخوان